وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق إلى مملكة البحرين مساء اليوم في زيارة رسمية للمملكة يترأس خلالها وفد دولة الإمارات في اجتماع الدورة العاشرة لللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبدالله بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعادة السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد أنهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين وسعادة الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة السفير طلال عبدالسلام الأنصاري مدير عام شؤون وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية